تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا من وزيرة خارجيات أستراليا تناول التصعيد العسكرية في غزة تبادل الوزيران التقييمات حول مسارات تحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة وضرورة تدخل الآمن والكامل والدخول المستدام دون عوائق للمساعدات الإنسانية والإغاثية كما تلقى وزير الخارجية اتصالا من وزير خارجيات تشيك حول التصعيد في غزة وأكد شكري على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية ومخاطر توسيع إسرائيل لعمليتها البرية في القطاع وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين